أول شيء يعني خلال أيام ماضية تشات جي بي تي أتمت عام وعام صراحة فريد من نوع غيرت أشياء كثيرة صراحة مرور عام كامل على إطلاق تشات جي بي تي غيرت حتى طريقة تفكير الشركات والمؤسسات والأفراد الآن جوجل يبدو لي كانت تسلك لنا لما أطلقت جوجل بارد وهذا السبب اللي مكلمك عنه اليوم اللي هو إطلاق جوجل جيميناي جوجل جيميناي طبعا هو أشبه بأدات ذكاء صناعي محادثة ذكاء صناعي لكن صراحة مهما وصفت أعتقد يمكن المستمعين لو بحثوا عن جوجل جيميناي حيلقوا نصلا موقع جوجل جيميناي وحيبدوا يشوفون مقاطع الفيديو والتسجيل في البيتا في فروقات ضخمة جدا بينها وبين الشات جي بي تي طبعا أنا ما اختبرتها بنفسي لكن كنت منبهر صراحة باستخدامات الناس اللي بدوا يستخدمونها أو حتى شرح شركة جوجل عنها على سبيل المثال تصور مشهد نفسك وأنت قاعد أنا أقول لك تصور نفسك عندك أدوات طبخ والمواد مثلا بيض لسه ما سويت في شيء مثلا طحين سكر شوكرة بطحونة كلام حطوطة جنبك فتصورها تقول هل مكونات مثلا الكيكة الفلانية بهذا الشكل كافية يقول لك لا زد عليها كذا طيب أوكي طيب كيف وش أسوي بيقول لك سوك واحد اثنين ثلاثة تبدأ سوى واحد اثنين ثلاثة تصور له تقول لك كذا استوات يقول لا تصورها لا يقول لك لا لسه سوى ما استوات طيب تقول ليش ما استوات يبدأ يشرح لك لش ما استوات ليش ما انت هات الطبخة يقول وان تو ثري هذه الأشياء لسه باقية يعطيك التفسير العلمي ليش انت المفروض تنتظر كمان زيادة وهكذا لما تنتهي الطبخة بعدين يقول طيب وش أضيف عليها فيعطيه أفكار جديدة التطبيق آخر واحد قال يسأل جوجل جيمني قال أو جمناي قال لها أنا عندي طفلتي عندها عيد ميلادها بعد ثلاثة يام واربع يام أوقف